طيب زي ما حدريك قلت حدريك أثرت نقطة مهمة فكرة أنه فكرة التعامل مع اللابتوب الموبايلز السمارت عمتا ديفايزز دلوقتي بقت شائعة جدا هي قول الأجهزة الذكية الأجهزة كلها بقت دكية فعندنا قدرة على التعامل مع حتى الأطفال من هم صغيرين فكرة أن أنا حاول شغف ابني أو بنتي من التعامل مع الأجهزة الذكية دي إن كان سمارت فون أي إن كان الديفايز أو جهاز اللي بتعامل عليه لشغف بالبرمجة أو شغف بالتكنولوجي بشكل عام قادر أحوله من هو صغير طبعا يا فندم فيه زي ما قلت لحضرتك يعني اختيار إن موجود الفركات المتخصصة في تعليم البربغة للأطفال أو يعني فيه من أول ابتدائي زي ما أنا قلت لحضرتك فيه سن التينيجرز دول برضو ليهم مخصوصة ليهم وفيه للجامعة وفيه كمان بعض الحاجات بتبقى مخصصة للخارجين اللي عايز يغير الكرير بتاعه اللي هو ما درسش أو ما دخلشه عايز ياخد كورسات مثلا دورات الدربيعة مكسفة مكسفة إنه يغير الكرير بتاعه بس أنا عندي يعني تعليق صغير هنا إن إحنا عندنا تحديات أخرى محتاجين برضو جنب التعليم إن إحنا نهتم بيها يعني أنا شايف إن فيه أربع أنواع من الوظائف اللي ليها علاقة بمجال البرمجة المصريين اللي بيسافروا يشتغلوا برا والمصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية جوه مصر والمصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية برا مصر بس هم عايشين جوه مصر والشركات الناشئة أو ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة الصغيرة اللي بتتبني الأربع أنواع دول كل واحد منهم في تحديات بتواجهوا وفي قوانين ممكن تكون محتاجين نرجع نبص عليها ونشوف إزاي ممكن نغيرها بحيث أنها تساعدهم أو تحسل تساهل عليهم أكثر يعني النوع الأول يمكن أكثرهم حظاً اللي هو بيقدر يسافر يشتغل برة يمكن ده أكثرهم حظاً لأن يمكن مشاكله الوحيدة بتبقى في سنة التجنيد أو أول ما يتخرج أنهم بيبقى عارف يسافر أو بيبقى جاي لوجه يعني جوب أفر ومش ليعارف يخرج إلا ما يخلص السنة وده قدرنا نبتدي نتغلب عليه لما طلع القانون ده النوع الأول النوع الثاني المصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية وهم عايشين في مصر دول بيواجهوا مشاكل زي إزاي يقدر يفتح حساب بالعملات الأجنبية وهو فريلانسر وما معهوش وظيفة في البطاقة أو ما معهوش كده لأن هو ما بيبقاش موظف في شركة فالبنوك بترفض كده أو بتقوله هاتلي إثبات دخل وعادة لما بيطلع له جواب من الشركة اللي هو بيشتغل فيها برة الشركات البنوك في مصر ما بتعترفش بيها أو كده فبيبقى عنده مشكلة دايما في أن هو يتحوله مرتبه أو يقسله أو أن البنك دايما شايفه بيتحوله فلوس من برة وهو ما عندهوش إثبات بطريقة ما هو ليه ده مصدر فلوس مصدر الدخل النوع الثالث الشركات العالمية اللي بتفتح في مصر هنا ويمكن بيئة الاستثمار بقى والضرائب والحاجات اللي تشجع الشركات العالمية أنها تفتح يعني أغلب الشركات بتفتح في مصر حاجات تسويقية حاجات كده لكن أنها تفتح development center هنا ده مش موجود كتير يعني يمكن موجود في دول حوالينا كتير بس مش موجود لسه عندنا أن نشجع الشركات العالمية أنها هيكون عندها كده أما بقى رواد الأعمال بقى والمشاريع الصغيرة الاهتمام بهم أكتر الإعفاء من الضرائب مثلا التعامل معهم تسهيل القوانين بتاعت فتح وإنشاء الشركات طرق التمويل المختلفة كل هذه الأمور زكارتي يجب النظر أو عادة النظر فيها مرة تانية من أجل التسهيل على هذه الصناعة الحيوية والمهمة